تحتار عند مشاهدته هل هو سجن أم فندق؟ لكنه في الحقيقة سجن تحول إلى فندق في سلوفينيا يمكنك وبمحض إرادتك قضاء عطلتك خلف القطبان في هذا الفندق الواقع في مدينة اليوبليانة تتاح للزوار والسياح معايشة حياة السجناء عن قرب والإقامة في زنزالة صغيرة ذات حمام مشترك الفندق الفاريد كان سجنا عسكريا لمدة تزيد على قرن وأغلق عام 1991 عندما استقلت سلوفينيا عن يوغسلافيا وفي عام 2003 استولى عليه مجموعة من الفنانين الذين أعادوا تشغيله من جديد كفندق وحولوا جدرانه لأعمال فنية في نهاية التسعينيات ولدت هذه الفكرة لتحويل سجن عسكري قديم إلى نزل حديث للشباب لأن ليوبليانة لم يكن لديها نزل للشباب يعمل طوال العام في ذلك الوقت يتم تحويل كل زنزانة بشكل فني بواسطة فنان أو مجموعة فنانين من سلوفينيا أو من مكان آخر حول العالم السجن الفندق هذا تحول إلى مقصد سياحي بحد ذاته سواء للزيارة أو الإقامة أو تناول المشروبات فيه بالإضافة إلى تكلفة الإقامة المتواضعة التي لا تزيد على 35 دولارا فقط للليلة الواحدة إنها تجربة مختلفة بالنسبة لي ونوع من المعرفة التي تمثل الثقافات في سلوفينيا الغريب في الفندق أيضا أنه تحول إلى مقصد لسجناء سابقين يأتون إليه لتجربة الإقامة فيه بحرية عوضا عن الإقامة الجبرية السابقة شاركونا آراءكم هل ترغبون في قضاء ليلة فندقية في سجن عسكري سابق؟